تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هدفيا من المستشار الألماني أولف شولتس لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث تم توافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية أخذ في الاعتبار تداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمين وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجدرية لصراع من خلال دعم مسار التهدئة وتفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة